موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان حيكم الله في مستهل هذه الحلقة من برنامج مجمل القول وإلى عنوينها موسيقى آخر التطورات في المشهد العراقي موسيقى الرئيس اللبناني يلقي كلمته وفتح المصارف بعد إسبوعين من التوقف موسيقى 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 حياكم الله من جديد ونبدأ الحلقة من التطورات في المشهد العراقي حيث تستمر الاحتجاجات ويستمر معها العنف فقد وصل عدد القتلى منذ بدئها للمرة الثانية إلى مئة قتيل ولزال المتظاهرون صامدون رغم عبث الأيدي الخفية بصفوفهم وهم يهتفون بأن النصر يجب أن يكون بإسقاط النظام الحزبي الطائفي هذا ما يطلبه المتظاهرون فماذا تقول الحكومة العراقية وما هو المشهد الحقيقي للوضع العراقي التقرير التالي يرصد المزيد نتابع ونعود معكم هنا ساحة التحرير وسط بغداد هنا إرادة الجماهير التي تحدت الموت والقتل وجاءت من جميع أنحاء العاصمة بغداد في تظاهرة مليونية وصفت بالأكبر منذ سقوط النظام السابق أعداد المتظاهرين تزداد وثم تحتفاء بالعلم العراقي مع التأكيد أن النصر بسقوط النظام الحزبي الطائفي قد تم فعليا وكما في ساحة التحرير ضجت ساحات مدن الجنوب في البصرة والناصرية والعمارة والكوت والحلة والنجف وكربلاء خطاب رئيس الجمهورية كان يفتقد إلى ناصر القوة كان إنشائي ليس فيه معنى وتم استقبال هذا الخطاب بعدم القبول ويطالبون الجماهير بإقالة الرئاسات الثلاث خطاب الرئيس العراقي برهم صالح وصف بمزيد من الوعود وترجم الرفض الشعبي للإصلاحات الحكومية الخجولة بزيادة إعداد المتظاهرين رغم سقوط المزيد من القتلى والمصابين حصيلة القتلى والجرحة تجاوزت حاجز الاثنى عشر ألف شخص كافي عاد كافي خلي الشعب يعيش وطلعوا مريدكم خلاص خلي العالم تشتغل الشاب ما عنده شغل ما يقدر يتزوج ما يبوقون ذوله ذوله أشراف أبو التكتك شريف هذوله النايمين بالساحة هذوله أشرف من كل واحد بالحكومة من صغيرها تشبيرها الريد وطن هاي أبسط مطالبنا أي شيء ثاني ما الريد بس الريد حكومة تحترم الشعب وتقدره وتطيقيمته لا أكثر ولا أقد وزارة حقوق الإنسان والمنظمات المعنية طالبت بوقف استخدام القنابل المسيلة للدموع التي اتضح بكونها مصنوعة خصيصا للقتل واختراق رؤوس المتظاهرين مع زنة تتجاوز بأضعاف القنابل المعروف عالميا لإسالة الدموع فقط صورة هذه في ساحة التحرير وساحات البلاد الأخرى أبلغوا من أي تعبير ومتظاهر العراقي يؤكدون على سلمية الثورة حتى تحقيق مطالبهم لبرنامج بجمل القول إثار إبراهيم بغداد ألن وسهلا بكم مشاهدينا من جديد وفي مستهل حلقتنا نرحب بضيوفنا ضيفنا في الاستيديو الدكتور بركة الحوشان أستاذ الإعلام بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أهلا وسهلا بك دكتور بركة وأيضا نرحب بضيفنا من العراق الأستاذ فلاح حسن هليل الكاتب والمحلل السياسي أهلا بكم معنا في هذه الحلقة وننتقل إياكم إلى فاصل قصير ثم نعود لنخوض في هذا المحور أهلا بكم من جديد نبدأ مع ضيفنا هنا في الاستيديو الدكتور بركة أهلا وسهلا بك المظاهرات في العراق وأيضا في لبنان توحدت في المطالب مع اختلاف الآلية وطريقة العمل إلا أنها في الجانبين في العراق وفي لبنان تدعو إلى خروج الهيمنة الإيرانية على الأرض وإلى إيجاد لقمة العيش السائغة ولقمة العيش السهلة للمواطن بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة بأن الثورة العراقية واللبنانية هي ثورة جياع ثورة ضد الفساد ثورة تطالب بأبسط الحقوق للمواطن العربي والحقيقة بأن الشعوب العربية تمر في مرحلة من أضعف المراحل التي مرت به الشعوب العربية على مر الأيام وعندما تطالب هذه الجماهير في ساحة التحرير وفي الميادين بأبسط حقوقها فهي يعني تناصر دعوة إلى البعد عن الطائفية والبعد عن الحزبية والبعد عن الفساد والبعد عن الوزارات التي لا تقدم ولا تقدم للمواطن أي شيء يكفل كرامته وحريته فلذلك نجد بأنها تتشابه العراق ولبنان وأنا أعتقد يمكن أن يجمعها خط واحد وهي أنها نتيجة من الضغوط التي تمارس على إيران لأن إيران كان لها تدخلات وهذه التدخلات بطبيعة الحال قد يكون فيها نوع من التدخلات المالية والتمويل لهذه الأحزاب وهذه الطوائف ولكن بعد الحصار على إيران وتجفيف منابع الإيرانيين ومنابع الإرهاب كما تسمى أصبحت هذه الشعوب تعاني من الفقر ومن الجوع وبالإضافة إلى أنها يعني انكشفت الخدعة التي كانت تسمى المقاومة أو دول المقاومة والموت الإسرائيل والموت الأمريكا واتضح بأن هذه لا تقدم لهم خبز ولا رغيف عيش فلذلك نجد بأن الشعوب العربية بدأت تطالب بالبعد عن الطائفية والبعد عن الحزبية ومحاربة الحكومات الفاسدة والبعد عن الوزراء الفاسدين ومطالبة بحكومات تكنقراط تحاول البعد عن كل هذه التحزبات وعن هذه التبعية لإيران الحقيقة نجد بأن لا في العراق ولا في حزب الله في لبنان نجد بأنها مرهونة كلها بعيد الحكومة الإيرانية والمجمل التدخلات برضو في الشأن العربي من الحكومة الإيرانية ظاهرة وجلية في قاسم سليماني ورفاقه نعم أسمح لي أن ننتقل إلى بغداد إلى ضيفنا في البغداد أستاذ فلاح أستاذ فلاح الرئيس برهم صالح أعلن عن أنه من الممكن إجراء انتخابات مبكرة وذلك بعد إقرار قانون جديد للانتخابات كيف تنظر إلى هذه الخطوة من قبل الرئيس برهم صالح حياك الله وحيا الله ضيفك وشكرا للاستضافة أولا حقيقة دعني أختصر لك ما جاء به فخامة الرئيس هو حقيقة اختصار لما وصلت إليه المفاوضات طوال فترة التظاهر مفاوضات ما بين القوى السياسية صحيح هناك انتقادات لحديث السيد برهم صالح لكن الرجل هو قال ما تم الحديث عنه وراء الكواليس يعني باختصار أن الكرد أنا ككردي غير معني بهذه التظاهرات ولا يمكن أن أجري انتخابات مبكرة وأنا غير مستعد لتغيير الحكومة أنا كسني غير معني بهذا الموضوع التظاهرات في الوسط الشيعي وهي شيعية شيعية وأنتم عليكم أيها الشيعية أن تغيروا وزراءكم لأن رئيس الوزراء منكم حتى هذه اللحظة التي نتحدث بها ما زالت القصة في انسداد لا يوجد أي متغير رغم كل ما تم الحديث عنه حتى السيد الحلبوس محرج من قبل الكتل السياسية الشيعية هناك من قدم استجواب هناك من قدم استضافة لم يحضر السيد عادل عبد المهدي للاستضافة قدموا استجواب على الأقل كتلة النصر التي قودها حيدر العبادي قدمت ولكن السيد الحلبوس لا يستطيع سيد طلاح لا يمكن أن نقول هذا الكلام والرئيس برهام صالح قال أنه من الممكن استقالة عبد المهدي ولكن بشرط إيجاد البديل حقيقة هنا جملة أيضا تضاف إلى ذلك سيد عادل عبد المهدي لا يمانع بالخروج على اعتبار أن سيد عادل عبد المهدي لا يمتلك كتلة كبيرة حتى تدافع عنه وبالتالي هو الرجل أيضا محرج أمام الشارع سيد عادل عبد المهدي أنا سمعته كنت جالسا مع عدد من الإعلاميين معه في شهر رمضان الفائت وقال كلما أقدم وزيرا ترفضه القوة السياسية التي في الإعلام تحدثت عن أنها منحته كامل الفرصة لاختيار وزراء تكنقراط أنا أقول لك ما قاله السيد برهم صالح أعيد أنها هي جملة ما وصلت إلى المفاوضات وأن كلمة الفراغ الدستوري حقيقة جملة غير دقيقة على اعتبار نحن كنا في زمن حكومة المالكة ثمانية أشهر ونحن بلا حكومة لم يحصل فراغ دستوري ولكن ممكن أن يحصل فراغ قانوني نحن لسنا أفضل من بلجيكا التي استمرت تسعة أشهر بلا تشكيل حكومة واستمرت الحياة بها وحتى القرارات التي صدرت من البرلمان العراقي قرارات لا يمكن إلغاء القانون بقرار هذا معروف قانونا يحاولون إلغاء القوانين بقرارات حقيقة هي للمتظاهرين الكرة الآن بشكل دقيق وواضح هي في ملعب الشيعة الذين ما زالوا يتفاوضون حتى هذه اللحظة من سيكون بديل لسيد عادل عبد الميدي وكل كتلة تتمنى أن يكون البديل من جهتها نعم أعود إلى الدكتور بركة دكتور بركة ما رأيك أولا في الطرحة التي طرح وضيفنا رسال فلاح من بغداد وهل المشكلة فعلا مشكلة شيعية شيعية فقط أم أن هذا يجر الاحتجاجات إلى مكان غير صائب هو الواقع بأن الحرج الذي تواجهه الحكومة الإيرانية هو أن هذه التظاهرات في المناطق الشيعية وانطلقت من المناطق الشيعية بالإضافة إلى أن ما تواجه الحكومة العراقية ويواجه الرئيس العراقي ورئيس الوزراء هو في الواقع هو حرج وصل إلى مرحلة يعني قد تجرهم إلى فوضى وإلى صراع وإلى ونحن نعرف بأن أكثر من مئة قتيل لا زالت الآن تقدمه الثورة العراقية فالحكومة العراقية يجب عليها أن تتدخل لمنع هذا التهور أو منع هذا التدور حتى تستطيع أن تصل أو حتى يكون هناك حكومة مسؤولة فلذلك الآن يعني هذا الذي أقلق إيران بأنه جانب الشيعي هو المنتفض وهو الذي يريد أن يصل إلى حل بعيد عن الحزبية والطائفية وبعيدا عن الشيعة لأنهم لم يجنوا منها إلا يعني الفقر والجوع وضعف التوظيف وضعف الحمل وطبيعة الحال الأستاذ فلاحي يعني في حال أنه هذه الثورة الشيعية الشيعية نجحت أو ما هي السيناريوهات المتوقعة في حال أنها استمرت خصوصا وأننا يعني نعلم أن هناك أكثر من مئة قتيل حتى هذه اللحظة وأكثر من خمسة آلاف جريح وقعوا نتيجة لهذه الاحتجاجات الدامية في العراق يا سيد العزيز أولا سيد برهم صالح ذكر بأن سيد عادل عبد المهدي لا يمانع بتقديم الاستقالة وبالتالي بإمكان السيد برهم صالح أن يمنح القوى الشيعية مدة خمسة عشر يوما لتقديم بديل وكان بإمكان القوى السياسية الشيعية أن تعيد إنتاج نفسها أن تشكل حكومة جديدة رئيس وزراء جديد وتتفق مع باقي القوى خلال أسبوع أو أسبوعين بإمكانها أن تكمل ما دامت هي في حرج أمام هذا العدد يعني هذا يدفعني لأسألك سيد فلع يدفعني لأسألك هل هذا ممكن في الصف الشيعي خصوصا أن هذه الحكومة القائمة ليست الأولى يعني هذه حكومة سبقها حكومة المالكة ولم تستطع القوى الشيعية قيادة البلد إلى مكان آمن وأيضا توفير أدنى مستويات العيش المطلوب في العراق يا سيدي أولا إذا كان على مستوى العيش نحن الموازنة بدأت بـ 26 مليار ووصلت إلى 120 مليار ولكن قل لي أين صرفت الموازنة تبدأ بعجز وتنتهي بفائض الآن في شرق بغداد في هذه المدن الفقيرة هناك 950 ألف تحت خط الفقر وأغلب هذه البيوت فيها أمراض سرطانية لأنها مدن مدينة هي مكب للنفايات والكل يعلم بذلك وتسعمائة وخمسين ألف أقول لك هي جزء من محافظة بغداد بما يعادل عدد نفوس محافظة السماوة التي هي أيضا بمقاييس وزارة التخطيط العراقية ومقاييس الحكومة العراقية تعتبر الأفقر وهي في المناطق الشيعية وبالتالي هذا ما أتحدث عنه بإمكان السيد برهم صالح أن يمنح القيادات الشيعية مدة خمسة عشر يوما للتكليف لو كانت في حرج القوى الشيعية الآن أمام هذا العدد من القتلى والجرحى من المتظاهرين في المحافظات والمدن الشيعية كان يفترض أن تتنازل لتعيد إنتاج نفسها وتأتي على الأقل بوجوه جديدة ولكن مسألة الغاء الانتخابات كما تحدث عنها باقي القصص الأخرى التي تحدث عنها سيد برهم صالح هذا لا يعني الحكومة الكردية ما حصل من تظاهرات في أقليم كردستان لم يتدخل أحد لا في حكومة أقليم كردستان ولا بالقوى السياسية التي تقود وهي تابعة على أقليم كردستان هنا في العراق وكذلك ما حصل في المحافظات السنية الآن المشكلة بالتوصيف الدقيق هي مشكلة شيعية شيعية وعلى القيادات الشيعية أن تفهم هذه الرسالة أستاذ فلح كيف تعلق على هذا العنف في مواجهة هذه الثورة حقيقة لا توجد خيارات هناك ارتباك على الرغم من أن المتظاهرين أعلنوا يوم عشرة أنهم حتى يوم عشرة قبل يوم عشرة أعلنوا أنهم سيخرجون في تظاهرات ويوم خمسة وعشرين سبقوها بمدة كافية أنهم سيخرجون في تظاهرات يبدو أن القوى السياسية العراقية صنعت جدارا عاليا سميكا بينها وبين المواطن المواطن زاد فقرا وهم زادوا ثراء وبالتالي ما عادوا يسمعون لمثل هذا القول بل أنهم تفاجأوا بهذا العدد لذلك كان هناك حالة من الارتباك الآن داخل الحكومة العراقية وهذا ما جعلهم يمارسون العم في حين أن العالم الآن ما عاد قرية الآن العالم أصبح آيفون أصبح آيباد وبالتالي كل ما يحصل يصل لكل الكرة الأرضية ونحن لسنا وحدنا في هذا العالم صحيح أعود مرة أخرى لدكتور بركة دكتور بركة يعني ما هو تعليم أنا عندي نقطتين الحقيقة ودي أنا وجهها لضيفنا الكريم وهي سلاح الميليشيات أماله دور في عملية التدخل لمحاولة منع التظاهرات ومنع التجمعات نعم وقد أثار ذلك السيد برهم صالح حيث قال أنه يجب أن ينحصر السلاح في يدها وهذا مطلب حتى نحاول القضاء على الفوضى فوضى السلاح في العراق النقطة الأخرى وهي أنا أعتقد بأنها جوهرية وهي الدعوة إلى انتخابات نيابية في ظل التحول في الطبقة العراقية في الدعوة إلى انتخابات نيابية جديدة بمعنى أنه يمكن نعرف أن انتخابات نيابية أفرزت أحزاب شعية كبرى لو تمت الدعوة إلى انتخابات نيابية في هذه الظروف أنا أعتقد أنه ستتوجه البوصلة وسيشارك من لم يشارك بالانتخابات الأولى حتى تدعو إلى وجه جديد للنواب نعم اسمح لي دكتور ربارك انتهى وقتنا السيد فلاح لك أي تعليق بس بشكل سريع والله حقيقة أنا لا أحلم كثيرا ولكني أقول لا توجد انتخابات مبكرة حتى هذه اللحظة البشكلة يجب أن يحسم أمرهم الشيعة في اختيار رئيس وزراء جديد ويتفق لعيد وإنتاج أنفسهم وأكبر استفتاع على الواقع السياسي هو الانتخابات التي تشارك فيها 19% فقط إذن تضحت الصورة السيد فلاح حسن أهلي الكاتب والمحلل السياسي من بغداد شكرا جزيلا لك وأيضا شكر موصول الدكتور بركة الحوشان سوف نعود إن شاء الله في المحور الثاني من هذه الحلقة عن موضوع لبنان لك جزيل الشكر ضيفنا من بغداد ونتوقف وإياكم مع فاصل ثم نواصل الحلقة أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدنا الكرام الرئيس ألقى رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل عون كلمته التي تحدث فيها عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في لبنان وقال نحن على أبواب حكومة جديدة والأهم في ذلك أن تلبي طموحات ومتطلبات لبناني وشدد على أن يتم اختيار الوزراء وفق الكفاءات والخبرة وليس وفق الولاءات السياسية كما جرت أو كما كان كما عادت القطاعات المصرفية إلى عملها بعد توقف داما لأسبوعين ما هو السيناريو القادم في لبنان نتابع ذلك ولكن بعد تقرير إلى التالي أطل رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل عون بكلمة إلى اللبنانيين لمناسبة مرور ثلاثة أعوام على بلوغ منصب الرئاسة الأولى وعلى رغم أن كلمته مخصصة لعرض الإنجازات إلا أنها توقفت عند الأحداث التي مرت بلبنان منذ السابع عشر من الشهر الماضي والتي أدت لإستقالة الحكومة التي يرأسها الرئيس سعد الحريري اليوم نحن على أبواب حكومة جديدة والاعتبار الوحيد المطلوب هذه المرة هو أن تلبي طموحات اللبنانيين وتنال ثقتهم أولاً ثم ثقة ممثليهم في البرلمان وأن تتمكن من تحقيق ما عجزت عنه الحكومة السابقة فلبنان عند مفترق خطير خصوصاً من الناحية الاقتصادية وهو بأمس الحاجة إلى حكومة منسجمة قادرة على الإنتاج كيف ينظر المراقبون إلى كلمة الرئيس اللبناني؟ الكلمة التي ارتقبها اللبنانيون جاءت مخيبة لأنها في الجزء الأكبر منها تحدثت عن إنجازات حققها العهد لكن اللبنانيين لم يجدوا شيئاً من هذه الإنجازات بالعكس يعني هم للأسف راقبوا أن النصف الأول من ولاية عهد رئيس الجمهورية يشهد فيه لبنان انهيار غير مسبوك بانتظار تشكيل حكومة لبنانية جديدة شهد لبنان عودة القطاع المصرفي إلى العمل بعد توقف استمر إسبوعين وشهدت فروع المصارف في كل المدن والمناطق إغبالاً من المواطنين لإجراء المعاملات وتلبيات الاحتياجات عجأة يعني وبس نطرة فيه مصاري شيء كثير منيح بالنسبة للناس تتخلص أمورها تشيصر أمورها للناس طبيعي يكون مفتوحين خاصة بهذه الأزمة موجودة بالبلد بعد ما فتحوا الناس انفرجت كانت ما معها مصاري صار معها العالم بطل معها مصاري والوضع الاقتصادي حينهار أكتر وأكتر يعني كان لازم يفتحوا عودت الحياة الطبيعية بكميلها إلى لبنان تحتاج إلى استقرار سياسي المرتبط الآن باجتياز مرحلة تشكيل الحكومة الجديدة التي تلبي تطلعات اللبنانيين الذين نزلوا للمطالبة بها منذ أسبوعين لبنان في حالة انتظار وهو موزع بين ساحات مقفلة للتظاهر وبين مشاورات لتأليف حكومة جديدة ليس من المعروف حتى الآن من سيكون رئيسها أحمد عياش لبرنامج مجمل القول بيروت حياكم الله من جديد في الجزء الثاني من حلقة هذا المساء من برنامج مجمل القول والتي سوف نتحدث فيها عن الملف اللبناني يسرنا ويسعدنا أن نرحب بضيفنا من بيروت الأستاذ سامي نادر المحلل السياسي أهلا وسهلا بك أستاذ سامي كما نرحب بضيفنا هنا في استدرياض الدكتور باركة الحوشان أهلا بك دكتور باركة لعلا نبدأ الحوار الآن من بيروت من السيد سامي سيد سامي كلمة الرئيس عون كانت مخيبة لأمال اللبنانيين ولم تلامس همومهم كيف تعلق على هذا الأمر؟ يعني في حملت عنوين عريضة وكان ملفت أنها استجابت نوعا ما وتبنت شعارات الشعب الثائر في المدن اللبنانية ولكنها يعني في الوقت ذاته لم تعطي أي خطوة أو تشير إلى أي خطوة عملية خارج العنوين العريضة ولم تعطي أي ضمان حول ضرورة تغيير نظام الحكم السائد يعني هذا نظام المحاصص هذا الذي كان الوجه الآخر للفساد والذي أيضا شرع أبواب السلطة التنفيذية إلى التدخلات الخارجية يعني حتى أصبحت السيادة اللبنانية مقيدة فلا على مستوى السيادة وعلاقة لبنان مع العالم كانت هذه الحكومة تقوم بالحد الأدنى مطلوب والأسوأ من ذلك أنه أيضا على مستوى إدارة شؤون البلاد برهنت عن فشل ذريع في إدارة الشأن العام وبسؤولة هي عن تنامي الدين العام تنامي العجز بسبب الهدر والفساد إذن أصبح هذا النظام من جهة يقود السيادة اللبنانية ومن جهة أخرى يفتح الباب على مسرعيه للهدر والفساد الأمر الذي ترجم عودا وجوعا وغياب لفرص العمل واتفاع في البطالة مما أدى إلى انفجار الشعب في الشوارع والبلدات والسحاد نعم دكتور بركة يعني الآن هذه الحكومة اللبنانية استقالت ويعني تحت يعني أو رضخت لمطالب الشارع وقدم سيد سعد الحريري استقالة الحكومة وخرج تماما من المشهد السياسي في لبنان كيف تقيم الوضع بعد هذا التغيير الجذري بحسب المطالبات في الشارع اللبناني لا شك بأنه لبنان يعيش في دوامة حزب الله حزب الله هو حكومة داخل حكومة لبنانية يسيطر على القرار يسيطر على السيادة وينتقص السيادة اللبنانية بالإضافة إلى أنه يتدخل في الشأن مع أنهم يعني يتبنون عملية النائب النفس إلا أنها الأسف الشديد بأنه أعلن صراحة بأنه بأنه لبنان أو أن حزب الله يتبع إلى الولي الفقه ويتبع لإيران وهو نوعا من التدهور الذي تعيشه لبنان في كل جوانب حياتها سواء كانت الاجتماعية الاقتصادية السياسية بالإضافة إلى أنه يعاني من الفقر والجوع وسوء الإدارة ويعني حتى الليرة اللبنانية الآن نجد بأنها تعن من ضعف الاقتصاد ويمكن الأسوأ قادم إذا لم تنتشل أو قادة لبنان لم ينتشلوا لبنان من وضعه الذي يمر فيه ولا شك بأنه لبنان يسيطر عليه أو يسيطر على قرار حزب الله وحزب الله لا يمكن أن يخرج عن الطوع الإيراني وإيران فاشل في حكومتها أو إدارتها للشأن الإيراني وينطبق القول على أن حزب الله يشل القرار اللبناني ويشل الحكم اللبناني ويفشل الدولة اللبنانية بطبيعة الحالة هو ووزرها نعم الأستاذ سامي الآن كما أشار الدكتور بأن حزب الله هو المسيطر الحقيقي على السياسة في لبنان يعني خروج الحكومة أو استقالة الحكومة لم يكن حلا حقيقيا لما يحدث في لبنان ولكن مواجهة هذا الحزب هو الأهم اليوم شهدنا كلمة لسيد حسن نصر الله الذي هو زعيم حزب الله يعني كيف تعلق أنت على هذا الوضع الراهن الذي تعيش لبنان حتى هذه اللحظة إنه وضع انسداد كامل في هذه المرحلة هلأ استقالة الحكومة فتحت الباب لحل لأنه مع بقاء هذه الحكومة وغضب الشارع المستفحل كنا في حالة شلل كامل وانغلاق كامل لأفق ولأفق أي حل ما هو الحل الذي تتوقع أن يحصل الآن؟ الحل هو حكومة نظيفة الكاف مستقلة بإمكانها أن تحيد لبنان عن الصراعات الإقليمية هذا أولا ثانيا أن تنجز الإصلاحات المطلوبة منها على المستوى الاقتصادي لكي تطلق المساعدات الموعودة للبنان هناك مؤتمر حصل في باريس العام الماضي في نيسان 2018 المجتمع الدولي وعد بمساعدة لبنان ولكنه اشترط إصلاحات أساسية هيكلية في الاقتصاد اللبناني حتى يومنا هذا لم تنجز أي من هذه الإصلاحات بالإضافة إلى ذلك كان هناك انخراط أكبر وأكبر للبنان واستفاف كامل على المحور الإيراني لأن هناك طرف وازن في الداخل قلب الموازين لصالحه منذ الانتخابات الأخيرة ومنذ التسوية الرئاسية فأصبح مسيطرا على مجلس الوزراء وعلى المجلس النيابي هذا أيضا ما سرع بالتراجع الاقتصادي وانقطاع علاقة لبنان مع الدول العربية من جهة وتأزم العلاقة مع أمريكا وأوروبا من جهة أخرى يعني هناك بعض هذه الدول وضع حزب الله الطرف الأقوى في الحكومة اللبنانية على لائحة الإرهاب يعني هذا مجرد هذا المعطى يعني يشير كم تدنت الثقة في لبنان وكم مقود عملية إنقاذ لبنان وإعادة إحياء دعني أعود مرة أخرى سيد سامي للدكتور بركة يعني هذا الكلام الذي طرحه السيد سامي بأن الحل يكون في خروج الوضع في لبنان هو في إيجاد الحكومة حكومة الكفاءات والتي دعا إليها الرئيس عون في كلمته إلى أي مدى من الممكن فعلا إقامة مثل هذه الحكومة في لبنان في ظل هذه الظروف التي يعيشها في ظل سيطرة حزب الله لا تستطيع أن تقدم ولا يستطيع سعد الحريري ولا ميشيل عون الرئيس مع حفظ الألقاب أن يقدم شيء لكن أنا أعتقد بأنه دعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة لتعيد توزيع الخريطة مرة أخرى للحكومة وهذا بطبيعة الحال هل له مستحيل أعتقد أنه ليس مستحيلا وبالتالي نجد بأنه نعيد خريطة النواب والقوة وإعادة توازن القوة بالإضافة إلى أنه مثلا يعني الأحزاب التي تسيطر في لبنان للواقع بأنها تحتاج إلى دعم من الدول العربية وفقا لرؤية معينة وأنا أعتقد بأن هناك دول عربية عندها استطاعها أن تدعم الوضع في لبنان متى ما استجابت لبنان إلى أصلحة العرب أو البعد عن إيران ولكن بوجود حزب الله وبهذه القوة فأنا أعتقد بأن الطريق مسدود مثل ما ذكر الزميل من لبنان نعم أستاذ سامي أريد أن أسألك عن الوضع في الشرع اللبناني حتى هذه اللحظة لا زالت الأمور في الشرع اللبناني تسير بسلمية إلى حد ما كبير هل تعتقد أن الشرع اللبناني سوف يصمد أمام القوة التي تحاول أن تضع رقيل جديدة أو تحاول جر هذا الحراكة السياسية السلمية في الشرع اللبناني إلى منطقة أكثر دموية برغم من كل المحاولات لتسييس هذه الثورة أو محاولة إغراقها من شديد باللعبة الطائفية القدرة وقد جرت العادة دوما إلى محاولة الالتفاف على التحركات الشعبية من هذا النوع بتسييسها وذرع بذور الفتنة الطائفية في داخلها حتى الآن اليوم الشارع صامد وثابت أمام هذه المحاولات وبالمناسبة ما شهدناه خلال الأسبوع الأخيرة أو الأسبوعين الآخرين هي ظاهرة فريدة في تاريخ لبنان حيث انتفضت مدن الجنوب اللبنانية مع مدن الشمال اللبنانية المظاهرات كانت تعم نبطية وترابلس نبطية الشيعية إنجاز التعبير وترابلس السنية جوني المسيحية وبيروت المختلطة إذن هذه المظاهرات كانت التعبير الصارخ عن وحدة اللبنانيين وتخطيهم وطوي للمسألة المذهبية وطوي نهائي لمرحلة الحرب الأهلية هذا كان لابد من التوقف عنده هلأ مسألية وكانت تميزت هذه التظاهرات أيضا بسلميتها وحضريتها ولكن هناك مسألة أصبحت طارئة قد تأخذ الأمور إلى منح أخطر وهو الوضع الاقتصادي المتأز يعني لبنان هو على حافة انهيار اقتصادي الكلام ليس لي كمراقب الكلام لحاكم مصرف لبنان حينما وضع المسألة في إطار جدا دقيق حيث قال يجب أن يصار إلى صناعة حل فوري لتلافي الانهيار الاقتصادي خلال أيام قالها إذن وهنا السؤال إذا ما انهار الوضع الاقتصادي يا سمح الله انتقل من حالة التأزم أو الأزمة العميقة التي نعيش إلى حالة الانهيار كيف سوف يتحول هذا الشارع وهل سوف يبقي هذا الشارع على سلمية تحركه يعني هذا مصدر قلق كبير يعيشه لبنان والشعب اللبناني في الوقت الراهن نعم دكتور بركة في حال لا سمح الله صار هذا الانهيار الذي تحدث عنه الأستاذ سامي الانهيار الاقتصادي واليوم شهدنا يعني فتح عدد من البنوك لفروعها في لبنان ما المطلوب من الحكومة لإنقاذها وكيف يمكن أيضا أن يقف العالم العربي مع لبنان لا شك بأن المواقف التي اتخذها الأحزاب والتصلب الذي يعني كتل في بعض الكتل مثل ثماني أيار يعني أنا أعتقد بأنها تحتاج إلى إعادة النظر وهي التي تستطيع أن تعدل كفة الميزان ولكن أنا في اعتقادي الشخصي بأنه حزب الله لن يغير في سياساته حزب الله يحاول أنه يبقي على سيطرته على الحكومة ويبقي على سيطرته على الوزارة وأنه يريد الأغلبية في الوزراء ولكن نحتاج إلى أن يتغير الكيان السياسي حتى تستطيع أن تتغير المواقف حتى الدول العربية التي ابتعدت عن لبنان تستطيع أن تقترب عندما ترى بأن هناك تغير في مواقف الحزاب السياسية أعود الأستاذ سامي أستاذ سامي كيف تقيم كما قال الدكتور بركة أن الحزاب السياسية اللبنانية هي تتحدث بخجل عما يدور في لبنان كيف تقيم ردود فعل الأحزاب السياسية في لبنان أعتقد الأحزاب السياسية نوعا ما مغلوب على أمرها ولكنها أيضا مسؤولة هناك أحزاب سياسية أساسية كانت مناهضة لحزب الله ثم قررت في لحظة ما الدخول في تسوية لملء الفراغ الرئاسي أنا أعتقد أن هذه التسوية كانت رهان خاطئ هذه التسوية كانت تقوم على أنه بالإمكان التفاهم حزب الله على قاعدة ما يسمى بالنأي بالنفس أي تحييد لبنان عن الصراعات بالأقليم وسريعا ما شاهدنا أن مسألة النأي بالنفس لم يحترمها لا حزب الله ولا القوى الذي هو متحالف معها وأصبحت هذا الفريق الذي كان مناهض له في موقع المخدوع ولذلك هو الآن يتحمل جزء من المسؤولية بالتأكيد لا يتحمل المسؤولية كلها ولكن يتحمل جزء منها لأن ما آلت إليه الأمور كانت نتيجة هذه التسوية والتسوية ليس فقط أتت يعني برئيس جديد إنما أتت بمجلس نياب جديد على قاعدة قانون انتخاب جديد قلب موازين القوى في الداخل لأنما قبل هذا القانون كان هناك نوع من التوازن في لبنان من جهة هناك حزب الله وحلفائه لديهم الأغلبية العسكرية أو الأمنية لديهم فائد من القوى العسكري ولكن في المقابل كان هناك فريق لديه الأغلبية في مجلس النواب وفي مجلس الأزراء لديه فائد من القوى سياسي أما بعد هذه التسوية فأصبح حزب الله يعني هو لديه فائدان من القوى سياسي وعسكري وذلك قلب الموازين ولذلك مسألة اليوم الانتخابات يعني تعترض أكثر من عقبة وتصاعب الحل أمام الشارع المنتفذ لأننا إذا قاموا بانتخابات وجرت انتخابات على قانون فصل على قياس القوى المهيمنة ولذلك اليوم أعتقد الطرح الأمثل ولكنه قد يكون يعني بعيد المناج هو وضع قانون جديد يكون أكثر تمثيلا يفتح المجال لإعادة تشكيل السلطة في مبنان بدءا بمجلس النواب وثم بالسلطة التنفيذية الباقية نعم أعود مرة أخرى إلى الدكتور بركة دكتور بركة يعني إلى أين ستسير الأزمة اللبنانية في ظل المعطيات الواقع حاليا على الأرض وخصوصا لا زلنا نرى التعنت حزب الله من خلال خطاب السيد حسن نصر الله الذي أدعى اليوم لا شك بأن حزب الله في موقف لن يتغير لأن إيران لن تتغير إلا إذا تغيرت إيران فإذا تغيرت إيران يمكن أن يتغير حزب الله وأنا أتوقع بأن الشعبية التي يعني أو الثورة التي جاءت في الجانب الشيعي يعني قد يعني يضعف حزب الله في المناطق التي يسيطر فيها في المناطق الجنوبية فلذلك أنا كنت أتوقع بأن إعادة أو انتخابات نيابية جديدة مع تعديل القانون سيؤدي إلى تعديل في القوة السياسية التي سينتخبها الشعب لأنه يبدو لي أن الشعب اكتشف بأنه لا حزب الله ولا غيره من الطائفية التي ستطعمه رغيف خمس ولذلك أنا أعتقد بأنه ما دام أن الحصارة الذي الآن يجري على إيران ويضغط على أياد إيران هو الذي سبب هذه المشكلة أو جزء من هذه المشكلة فلذلك أنا أعتقد بأن الطريق مسدود لن نجد حزب الله سيسعى إلى حل مثل ما علق الحكومة لمدة طالت أو أكثر من ثمانية أشهر أسمح لي أن أعود مرة أخرى إلى بيروت الأستاذ سامي بشكل سريع في أقل من دقيقة كيف تعلق على خطاب سيد حسن نصر الله اليوم يعني لاقى خطابات الثورة وهناك فارق كبير بين خطاب السبت الماضي الذي وضع الخطوط الحمراء وخطاب اليوم الذي كان أكثر استيعابا وهذا يدل أن هناك شيئا حقيقيا تغيرت اللغة نعم هذا يعني أن هناك أثرا كبيرا يعني استطاعت هذه الثورة أن تفرض خطابا جديدا واضطر أركان السلطة إلى اللحاق بها ولم يتمكنوا من قهرها على الأقل ليس حتى الآن إذن الأستاذ سامي نادر المحلل السياسي من بيروت لك جزيل الشكر أن كنت معنا في محورنا الثاني من حلقة مجمل القول والشكر أيضا يمتد إلى ضيفي هنا في الاستوديو الدكتور بركة الحوشان أستاذ الإعلام بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ولا أنسى أن أشكركم أنتم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة نلتقيكم في حلقة قادمة حتى ذلك الحين ابقوا في رعاية الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة